موسيقى أهلا ومرحبا بكم متابعي المدى الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج العراق هذا المساء في المحور الأول من هذه الحلقة نتابع أسعار النفط العالمية خصوصا بعد المعطيات الأخيرة التي أنعشت السوق العالمية حيث حققت أسعار النفط في نهاية الأسبوع المنصرم ارتفاعات قياسية بعد اتفاق أوبك في أواخر الشهر الماضي لتخفيض الإنتاج لتصل إلى مستويات بلغت ما يقارب 23% لمزيج برينت أي ما يزيد على 55 دولار للبرميل بينما لامس خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي 52 دولار في على مستوى له منذ عام ونفص تقريبا فكيف سيستثمر العراق هذا الانتعاش وهل ستبقى واردات البلاد رهينة بيد تقلب أمزجات الدول المنتجة للنفط هذا ما سننقشى بالتأكيد مع المتخصص في هذا الشأن الأستاذ الدكتور ستار البياتي مرحبا بك سيدي الكريم مرحبا جزيلا حياكم الله إذن بداية حقيقة نبدأ من الاتفاق الذي أبرم مؤخرا داخل أوبيك هل نتوقع أو تتوقع حضرتك دكتور أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بهذا الاتفاق؟ نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا هذا يعتبر حتى بعض المتخصين خاصة من داخل منظمة أوبيك اعتبروا هذا الاتفاق يعني اتفاق تاريخي لأنه جمع أعضاء أوبيك علاوة على الدول الخارج أوبيك لمناقشة وضع النفط أو كمية النفط في السوق النفطي نعم كل التوقعات اليوم تشير إلى أنه إمكانية انتعاش سوق النفط أو أسعار النفط خلال الجزء الأول من العام القادم 2017 لا سيما أن الاتفاق الذي أبرم في نهاي الشهر داعش 30 داعش أعتقد رح يبدأ في 1.1.2017 فالتوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار حصول انتعاش بالأسعار عن طريق الارتفاع في النصف الأول من عام 2017 وأبعد التوقعات تقول في النصف الثاني على العمو يعني الواقع العام يشير إلى انتعاش السوق النفطية فيما يتعلق بالأسعار نحو الارتفاع خلال عام 2017 طيب يعني هذا الارتفاع هو مرهون فقط بالاتفاق داخل منظمة أوبيك أم أن هناك ربما معطيات أخرى في المنطقة أدت في نهاية المطاف إلى ارتفاع وانتعاش الأسعار قليلة أولا نتحدث عن أوبيك فأوبك منذ زمن بعيد في الحقيقة كان تمثل كارتل احتكاري اقتصادي ولكن تخلت عن هذا الدور منذ مدة من الثماينات ربما وأصبح سوق النفط هو سوق مستهلكين أو مشترين لا سوق منتجين من ذلك الوقت إذن اليوم نعم الدول الخارج أوبيك التقت مع الدول أعضاء أوبيك وقرروا هذا الأمر ولكن السوق النفطية والسوق عالمية تخضع لكثير من المؤثرات حتى السياسية والاقتصادية فاليوم جنابك زاد عدد الحفارات مثلا الأمريكية اللي دخلت إلى المجال النفطي 28 حفارة معنى هذا أنه يعني إشارة لأنه زيادة لإنتاج النفط من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد توقفت عن تزيير في وداية السبعينات من القرن الماضي لكن اليوم هي دخلت أيضا لاعب أساسي في السوق النفطية فعندما تزداد عدد الحفارات معنى هذا أنه سيزداد المأخور فهذه عوامل تأثر المسألة الأخرى اللي ربما جنابك سيدنا عليها ما أكدنا عليها أنه الانتفاقات السابقة بالنسبة للأوبك للأسف يعني ربما لا يلتزم بها الكثير من أعضاء الأوبك وهذه مسألة مهمة جدا حتى يبدأ الانتفاق في واحد واحد ربما تحصل متغيرات أخرى لا سيما أنه هناك خلاف حاد حصل داخل منظمة أوبك بين بعض الدول على تحديد الحصص يعني تعرف تلك اليوم عندما تنخفض الأسعار وهذه دول اقتصادات رائعة تعتمد على النفط نعم فحتى لو أن تنخفض دولار واحد يأثر على الموازنات العاملة هذه الدول فهذه فيها شكالية كبيرة بالنسبة للدول المصادرة للنفط يعني إذن هناك أيضا توقعات بأن لا تلتزم جميع الأطراف بهذا الاتفاق ومأن اليوم يعني وضع السوق العالمي يلزم جميع الأطراف بالقبول بهذه يعني بهذا الاتفاق حتى وإن كان نتاجه ليست هي المرجوة بالنسبة للدول الداخلة ضمن هذا الاتفاق يعني تعرف جنابك اليوم منظمة مثل أوبك يعني ماكو سلطة للمنظمة فوق سلطات الدول بهذه الصورة هي مجرد يعني منظمة ضم مجموعة من الدول وسيط أو منسق للسياسة النفطية بالسوق العالمية باعتبارها منظمة رئيسية للنفط ولكن هناك عدد كبير من الدول هي خارج أوبك وهذا عامل مؤثر أيضا فأعتقد أنه يعني ربما معطيات تفرض يعني تغيرات جديدة بالسوق النفطية حتى الآن هناك اتفاق على الالتزام بهذا الأمر ولكن التجربة السابقة توحي بعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة ربما حتى المستقبل طيب يعني معناه هذا أنه اليوم على العراق أن يستثمر أو يستفيد من التجارب السابقة في السوق النفطية وتعرف حضرتك المطبات التي دخل بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية من مئة دولار انخفاض سريع جدا ودخلت البلاد في أزمة اقتصادية كادت أن تطيح نجاز للتعبير بوارداتها وبخزينتها العامة الآن كيف يمكن للعراق أن يستثمر هذا الارتفاع البسيط أو هذه المعطيات والمؤشرات لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خصوصا وأننا حتى هذه اللحظة لا نمتلك مورد بديل ما عدنا لزهاعة ولا صناعة منافذ الحدودية وقضية القمارق والضراب لا تشكل حقيقة نسبة جيدة في موازنة البلاد يعني هذا أعتبر أنه العراقين بغي أن يستفاد من شقين بهذا الجامعة أولا ما يتعلق بالسوق العالمية وارتفاع أسعار النفط والثاني التجربة التي مرنا بها بعد 2014 في الحقيقة عند انخفاض الأسعار بمعنى أنه ما مر بالعراق من 2003 لحد 2014 هذه الموازنات الانفجارية والإرادات الضخمة كانت تأتينا من النفط ولم نستثمرها بالشكل الصحيح وأنا أقول دائما ضيانا عقد من التنمية لأنه أهدرنا هذه المليارات تماما أهدرناها فينبغي أن نستفيد من هذه التجربة يعني تجربة العراق أنهم ما استثمرنا ما استفادين بشكل صحيح ما بنيننا بشكل صحيح على أوتن ينبغي أن يكون لدينا أو أمامنا درس خليه يكون قاسي السوق النفطية هو بفعل قاسي وفعلا أحيانا قد هذه السوق قد لا ترحم يعني دعنا نبتعد عن نظرية المؤامرة وممؤامرة ولكن أحيانا السوق النفطية حتى بها تدخل سياسي وفيها مصالح دول وفيها مصالح دول طبعا بها مصالح يعني تدي جنابك منظمة الطاقة أو منظمة أنشئة سنة 1974 من الدول المستهلكة وعلى رأسها كان في ذلك رأس الولايات المتحدة الأمريكية عندما وشت هذه المنظمة خرج كيسنجر في ذلك الوقت كان هو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في زمن رئيس نيكسون قال بالحرف الواحد بعد الاجتماع وتأسيس المنظمة سندمر أوبك يعني كانت هذه النية ولذلك شوف مرور الوقت يعني ما مرعقد على هذا الأمر يعني في الثمائينات تمام في منتصف الثمائينات أصبحت السوق النفطية سوق مستهلكي لا سوق متجي يعني تحول المؤثر بالقرار الاقتصادي لمنظمة أوبك إذن على العلاقة الحقيقة أن استفاد من هذه الدروس والتجربة وهذا اللي أهدرناه لاسيما إذا خذنا من نظر الاعتبار أنه سعب المنفط اليوم حددناه بالموازنة العامة ب42 دولار للبرميل الواحد معناها راح تكون عندنا مفرة مالية تماما منا المنتصف تماما يعني إذا استمر هذا الأمر هالشكل وإحنا للأسف أقول أنا دائما حتى الطلاب نقول أقول للأسف حكومتنا خلتني بس ننظر للتلفزيون ونتابع برينت عندما يرتفع برينت تشوف الناس تتفائل أنه وضاحة جيد أو الانفاق جيد أو راتبها راح تبقى تستلم راتب مثلا يعني فهذا الأمر ينبغي الآن أن نعدل عدة لكيفية استثمار هذه الفوائض النفطية سواء في سد العجز بالموازنة بدل من اللجوء إلى المصدر الخارجي والقروض اللي صارت الآن ربما أو بعد حين فترة قليلة راح ترهق ترهقها للشعب العراقي لأن هذه هي والفوائد استددها أنت هذا عبئ كبير على الاقتصاد العراقي فنستثمر هذه الفروقات كيف ممكن أن نستثمر هذه الفروقات أو هذا الانتعاش ترى جنابك أولا من 2003 إلى حد الآن لا يخف على أحد الفساد قوت كل عملية بناء بالبلد فالفساد يستنزف هو كلفة يستنزف جزء كبير من إرادات البلد أو موارد البلد الجانب الآخر أنا أدعو حقيقة من خلال هذا المنبر الكريم إلى أن تأخر الدولة بنظر الاعتبار الاهتمام بالصناديق السيادية أو يسمونها صناديق الثروة السيادية الآن له تجارب أوروبية موجودة في دول خليج المجاورة للعراق اهتمت من سنوات بهذه الصناديق وهي صناديق استثمارية بمعنى أنه كل الدول أو أغلب الدول التي تعتمد على قطاع واحد مثل النفط وهي اقتصادات ريعية تعمل على وضع هذا الفائض من الاقتصاد الريعي من النقوط في هذا الصندوق للاستثمار وتستعين أحيانا تأخذ نسبة من عندها في حالة عجز الموازنة تستثمر وتسد العجز بالموازنة إذن هذا الآن نستطيع أن نسمي توفير أو ادخار بلظبط يعني هكذا وجزء منه دعونا نكون واقعين رغم أنه قد نكون مثالي الآن جزء منه يروح للأجيال القادمة يعني تعرف اليوم عندما نتحدث عن تنمية بشرية مستدامة نعم ونتحدث عن مورد ناظب بالمستقبل إذن ما هي حصة الأجيال القادمة من هذا المورد الناظب هل نستفيد من نحن اليوم أو بعد عشر سنين وعشرين سنة نعم وبعدين ينضب وأجيالنا القادمة ما استفاد اليوم على وفق مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية البشرية المستدامة صارت بعض الدول أيضا تأسس صناديق وتأخذ خمسة بالمئة من إرادات النفط نعم وتضاح بهذا الصندوق يسموه صندوق المستقبل يعني قصد يأكو خيارات الحقيقة كثيرة يعني عندما نضاحب صندوق المستقبل هي متجمد طيب وأيضا تستثمر طيب هل ستنجح إذن السياسة العراقية الحكومة العراقية الجهات المعنية يعني في استثمار أو في تطبيق هذه الأشياء اللي هي يعني أقل نسميها صمام الأمان بالنسبة لكل العراقيين على الاعتبار أن هذه الثروة هي في طريقة تمام نحن أيضا يعني في هذا المجال ندعو الإدارة الاقتصادية إلى تبني سياسة اقتصادية منطقية لأنه نحن من 2003 إلى حد الآن يعني إذا سنجحوا يستثمرون هو أكو شك بهذا الموضوع لأنه ما استثمرنا سابقا طيب يعني تلمسح لدينا سياسة واضحة في هذا البشر دكتور من خلال متابعتك أو مراقبتك لهذه القضية نعم وحضرتك متخصص تشوف أكو تحركات حكومية مختصين بهذا المجال يدارسون هذه المسألة يبحثون فيها وأيضا يستثمرون ويقدمون الحلول في حال دخلنا في مطابات أو أزلات لم تكن بالحسن أنا أعتقد عقول الاقتصادية موجودة ومستشارين موجودين وأنا أعرف من خلال متابعته لمؤسسات الدولة هناك كثير من وزارات الدولة وأستطيع عدد لك عدد وزارات الذين وضعوا ستراتيجيات نعم على المدة القادمة لمدة خمس سنوات أو أكثر نعم لمعالجات وضعوا وزارة العمل وزارة الإسكان مثلا كل واحد باختصاصة نعم وهذه جزء لنقول جزء من توجهات الدولة والسياسة الاقتصادية الحكومة ساهمت مثلا بالمبادرة الزراعية بالمبادرة الصناعية لدعم النشاط الخاص نعم البنك المركزي قدم أكثر من مرة آخرها يمكن خمسة أو ستة مليار دولار للمشاريع الصغيرة طهل البنوك تطيع المشاريع الصغيرة حتى تنشط المشاريع الصغيرة حالة من نشكلة البطالة نعم لكن نسأل بالجانب الآخر هل فعلا كل التخصيصات راحت إلى لتحقيق الهداف التي أنشئت أو خصصت من أجلها أنا أقول لك لا هنا صار الخلل هل تقول لك كل استراتيجات تم تنفيذها حسب لأنه مرة أخرى يعني التف الفساد على هذا المشاريع يعني التف الفساد موله أكوى أسباب أخرى هناك ضعف مراقبة ربما ضعف تنفيذ بهذا الأمر المهم كثير من المسائل والسياسات أو فرغت محتوىها بفعل هذا ربما قد يكون يعني لا رجل نظلم أحد ربما قد يكون وضع السياسي الآن بالبلد نعم والأمني هو الذي فرض أو ألقى بظلالة على الواقع الاقتصادي بالعراق والتالي صار هذا القصور أو هذا العجز لأنه إذا أخذنا بنظر الاعتبار جانبك تعرف اليوم الجانب الأمني مهم جدا يأخذ بما لا يقل عن ربع الموازنة نعم وهذا مهم نحن نقول مهم لأنه بلد بهذه الصورة بهذا الوضع القوات الأمنية تحتاج إلى دعم بالتأكيد يأخذ ربع الموازنة ربما هذه المسائل ألقت بظلالها على الجانب الاقتصادي وصار هذا التأثير وربما قد لا يكون هناك ناس متخصصين تابعوا هذا الأمر على العموم الاقتصاديون يرون أنه هناك ضعف أو قصور بالإدارة الاقتصادية نعم أو الإدارة المالية للبلد نحن أمام فرصة ألاها الحقيقية تماما للاستفادة من تجارب الماضي فرصة أولا ومن ثم استثمار هذا الانتعاش للاستثمار علاوة على أن نهتم بالقطاعات والأخرى ليس فقط الاهتمام بالجانب النفط طيب هل نتوقع أن يكون هذا الانتعاش هو انتعاش وقتي مرهون ربما بموسم الشتاء أو ببعض الاتفاقات الدولية أو تخادم المصالح بين الدول أننا عدنا مرة أخرى إلى انتعاش السوق النفطي يعني تعرف جنابك هو حتى اليوم يقولك إذا أرادت أن تنخفض عفونا وتبقى الإسعار محاوضة على ارتفاحها نعم فأكو معروض نفطي اليوم يعني أكو نفط بالعرض يعني عرض نفطي موجود بالسوق العالمي الطلب محكم بقضية العرض والطلب طبعا يقولك اليوم أكو حتى توقعات شير أنه ما ممكن تبقى الأسعار هذه مرتفعة أو تواصل الارتفاع ما لم يتم التقليل من هذا المعروض وهذا يحتاج مثلا إلى وقت يعني فقصدي أنه التوقعات تشير للارتفاع ولكن أنت لا تستطيع في الحقيقة أن تقول ربما تستمر بالارتفاع لمدة خمس سنوات بالندل منظور هذا غير صحيح لأنه قد لا الظروف الوضع السياسي بشكل عام الوضع الاقتصالي بشكل عام التقلبات والتغيرات المواقف قد لا تتيح في الحقيقة أن تعطيك أو تبني توقعات عقلانية للخمس سنوات قادمة فهذا يعني مرهوم بالوضع الدولي العام وبالسوق النفطية وكثير من التغيرات العراق أيضا جزء كان من هذا الاتفاق وأيضا خفض إنتاجه النفطي يعني هل بالإمكان اليوم أن نقول بينهم ما استفاد ينشير تفعت الأسعار منها قليلا ولكن بالمقابل خفضنا الإنتاج العراقي ولن نتمكن من الحصول على الموارد الكافية لسد ربما بصرفيات الموازنة أو العجز اللي يتعاني منها شوف سابس هذا إحنا العراق تقريبا ما وصل إلى أربع ملايين يصدر أربع ملايين إحنا وصلنا في مرحلة سابقة بعد هذا الانتاج والشركات وكذا وصلنا إلى أكثر من أربع مليون فعندما حصل الاتفاق وإحنا سابقا كان تصديقنا أقل من هذا بكثير فعندما حصل الاتفاق أعتقد طالبوا العراق بتخفيض 200 ألف برميل يوميا فمن خفضوا 200 ألف برميل يوميا خفضوهم من الأربع ملايين وشوية هذا الموجودة إذن هذا واقع الحال قد لا يؤثر على العراق لأننا نحن بالموازنة مقررين الآن بالموازنة العامة وقرت بقانون من أهداف الموازنة أن يكون تصديق العراق 3 ملايين و 750 إذن واقع الحال ما أثر هذا التخفيض الميتين لأننا نحن مقررين 3 ملايين و 750 فكنا أربع ملايين من خفضوهم 200 إذن ما نقص عما إحنا قدرناه نعم يعني هذا أعتقد حتى الآن وضع العراق بهذه الكمية من التصديق جيدة إذا استثمرناها بالشكل الصحيح وستثمرنا إراداتها العامة يعني وبكل الأحوال هذا ما يعني أن العراق اليوم بأمان تمام يعني التعويل على النفط وعلى منظمة أوبيك وعلى الإنتاج النفطي لا يعني أنك بأمان تمام صدقني يعني كل الدول اعتقد الدكتور وربما توافقنا الرأي لجأت إلى قضايا أخرى في رفض موازنتها وخزينة دولتها من مشاريع كثيرة صدقني أستاذ أستاذ إحنا ما دام معتمدين على هذا الاقتصاد الواحد نعم الاقتصاد الرأي نحن نبقى خارج الأمان ما يوفر لنا أمان على الإطلاق إذن ينبغى نبحث دائما عن تنوع بمصادر الدخل نعم عن تنوع بمصادر الإرادات العامة تقول لي نفعل قوانين مثلا الرسوم القمرقية نضبط موضوع الحدود نضبط موضوع المسافرين داخلين وخارجين اليوم نعم الموازنة ترى فرضت ضرائبك تعرف جنابك نعم على الكارت الموبايل على المسافرين على على الرواتب الموظفين بس تقول لي مثلا هذه تكفي أو نحن نبقى نعتمد على هذا الجانب لو نعتمد على القروض الخارجية يعني أنا أعتقدهم كافي أنت تثق الكاهل المواطن ها عيني نعم وبالتالي يوم دخل النقدي ما عاد يفي بمستزمات دخل الحقيقي أو ما يستطيع أن يصل عليها فعلا من السوق المحلية ودى تأثر على المواطن نعم هذا مو صحي نعم نحن كنا مثل ما نقول جزء من المشكلة أو من الوطن هذا نعم ولازم نتحمل جزء من لعبه ولكن ينبغي على الدولة أو وضعي سياسة الاقتصادية أن يفعلون قطاعات أخرى خلينا نفكر بالسياحة بشكل عام لا سيما السياحة الدينية نفكر مثلا بالزراعة بالصناعة وكان عندنا يعني زراعة وصناعة مصدر وعندنا متجات ليش اليوم 192 شركة عراقية تابعة للدولة موسى عامة اليوم هي خاسرة ليش كانت رابحة ليش يوم خاسرة هل كانت مرتبطة بالدعم نعم إذن لازم ألقي حلول لها هذه حتى لأنها بها ناس تشتغل وتسنزف جزء من إرادات الدولة أو الموازنة هذا جانب مهم فعلى الدولة في الحقيقة أن يفكرون فعلا وإذا أرادوا يفرضون ضرائب خلنوا تكونوا ضرائب يعني بنسب معينة وتصاعدية نعم حسب يعني الدخل العالي دخل العالي أقول فقط دخل موظف وأنما شركات منتجين موجودين بالبلد رجال أمال موجودين مثلا وهكذا يعني الضريبة في الحقيقة تؤثر كثيرا عن المستهلكة وعلى المنتج ولكن أيضا بالضريبة في علم المال يندرس طلابنا أكون جانب آخر اسم عدالة الضريبة طيب وهذه العدالة يعني الضريبة الآن المواطن من يدفع ضريبة يفترض يحصل خدمات بالمقابل نعم يلقى ماء نظيف يلقى شارع نظيف يلقى مؤسسات خدمية يعني نحن نقول هالشكل ودائما نكرر نحن نقول رسوم القمرقية في الحقيقة تفرض الدولة بس أنت يعني تفرض ضرائب وتعالج المشكلة اللي عندك لا أنا أعتقد هذه العدالة الضريبة اللي تكون غائبة حقيقة يعني هذا جانبك وجانب شخصي يتعلق بعدالة الضريبة يعني أنا شخص مثلا عندي أولاد أربعة غير شخص عند أولاد ستة أو سبعة أو اثنين نعم من تفرض ضريبة تأخذ نظر اعتبار أفراد العائلة مثلا أو وضع المالي هكذا يعني هذا جانب بس المهم إحنا نقول بشكل عام ليس فقط الضريبة وأنما على الدولة أن تفكر دائما نحكي بهذا الموضوع تنويع مصادر الدخل لا أن تبقى معتمدة على النفط وشفنا اللي صار بنا طيب المشكلة أن الدولة حقيقة تفكر بهذه القضية وربما واحدة من شعارات الحكومة الحالية أنها ستعتمد أو ستحاول أن تفعل قطعات أخرى والسيد العبادي أعلن في بداية تسنم المنصبة أنه بالنية أو أن جزء من برنامج الحكومة اليوم هو تفعيل الصناعة وإيضا الزراعة وقضية التجارة وغيرها من هذه الموارد التي تنوع مصادر الدخل بالنسبة للعراق ولكن حقيقة ما تنفذت هذه القضية لا عفوا دكتور تنفذ جزء منها وإن كان جزء كبير لأنه أطلقت الحكومة المبادرة الزراعية وأطلقت المبادرة الصناعية شين هي المبادرة الزراعية وصناعية أكو عندنا مصارف متخصصة المصرف الصناعي والمصرف الزراعي والمصرف العقاري موجودة هالمصرف يعني نقدر نقول اليوم أنه قطاع الزراعة هو مبادر ومساهم بشكل جيد في ربط الدولة لا حتى الآن لا أنا أقول الدولة بادرت أكون مبادرة يسمونه مبادرة الزراعية شين هو مبادرة الزراعية بادرت لتقديم قروض إلى مثلا الفلاحين أو المزارعين طيب والنتاج النتاج هو هنا الموضوع الموضوع أنه لم تحصل متابعة جيدة من الجهة التي منحت القروض وبالتالي هذه القروض ذهبت لمجالات أخرى غير الزراعة يعني أنا نطيتك مثلا قرض حتى أنت سوي لمشروع زراعي مثلا بحيرة أسماك زراعة اشتريت سيارة اشتريت سيارة اشتريت عقار أو كذا وبالتالي حتى يعني معترام جنابك يعني ماكو أي حساب بهذا الموضوع فإحنا نريد هنا أنت بعد تنطي القرض ينبغى أن تكون هناك مثل مثلا أشيد قالي مثلا بوزارة العمل عندما منحت قروض لمشاريع صغيرة لناس نعم كانوا لجان من وزارة العمل تذهب إلى هذا الشخص هو قال هذا مثلا أنا أفتح محل محل ملابس مثلا بيع ملابس أو كذا يرحوله ضمن الشرط أن الشغل أنت وياك أموال اثنين يرحوا نشوفه فعلا شغل أموال اثنين فعلا فتح محل هذا المحل شنو وضعيته يديه يشتغل ما يشتغل وهذا ربما اليوم مسؤولية دواء الرقابة تمام هو جانب الرقابي نحن الآن نفتقد تماما بالبلد إلى جانب الرقابي ربما صارت شوي حركة دكتور بقطاع الزراعة ولكن الصناعة لليوم حقيقة رائبة ما عندنا صناعة ما عندنا شيء يسمى صنع في العراق صحيح نتمنى في يوم لأيام نشوف هذه العبارة حقيقة أيضا أهم المبادرة الصناعية موجودة لكن ما بينت نتائجها بالشكل الصحيح وقت الجنابك يعني يكفي شركات ناكو شركات كبيرة شركة الألبسة الجاهزة شركة البطارية شركة الأطار تعرف هذه قديمة موجودة بالعراق لكن للأسف من 2003 حتى اليوم كل هذه الشركات خاسرة والدولة تتحمل عبء يعني مثل ترواتي وكل مصاريف هذه الشركات ومثلة عبء على الدولة بدل ما تكون هي جزء من الحل فهذه انطرح موضوحها في أول استراتيجية للتنمية الوطنية صدرت عن وزارة التخطيط نعم أتذكر تماما في زمن الدكتور مهد الحاظر عندما كان صدرت هاي استراتيجية واستراتيجية صغيرة صدرت في 2004 نعم 2004 ل2007 ووضعوا ثلاث خيارات أمام هذه الشركات نعم يعني في حينها تعرف أما الخصصة تصفية بيع أما يعادة تأهيل ويعني لكن حتى اليوم يعني ما أخذ بهذه الأفكار أو ما صار هذه المبادرات أو تمكنت من الوصول إلى أهدافها بشكلها الصحيح نعم ما كانت شوية راح تساعد العراق في في وارداتها المالية تمام يعني كم ممكن أن تكون تساهم في الموازنة يعني يعني الآن ما أقدر أقول أنت نسبة لي لأنه أنت تعرض جنابك من 223 حتى اليوم حتى تخصيصات القطاع الزراعي أو وزارة الزراعة نعم بالموازنة ما تجاوزت واحد بالمية يعني والصناعة ما تجاوزتها واحد بالمية فأنت مثلا تقول واحد مية إذا نقول 100 مليار راح ينجز مليار واحد يروح مثلا إلى الزراعة أو مليار للصناعة وهذه من تروح على المسؤولين يقول لك والله قليلة التخصيصات ما نقدر إحنا يعني حتى الآن إحنا ما نقدر نقول إيش قد راح تساهم ولكن أكيد راح تضيف لنا جزء حالها يعني هي والضرائب والقطاع الصناعي أكثر من لجونة إلى مسألة القروض الخارجية طيب الآن أليس بالإمكان أن تستعين الدولة بالعقول الأجنبية بالأموال الأجنبية بالاستثمار بإحالة بعض الشركات المصانع إلى الاستثمار لتشغيلها يعني بالتأكيد موجود قوانين تحكم وتنظم هذه العملية أكيد إحنا عدنا أهم قانون صدر بالعراق قانون رقم 13 في سنة 2006 نعم قانون الاستثمار وأنا أكد وأقول دائما على رغم أنه يحتاج إلى بعض التعديلات أو مراجعة بين فترة وأخرى ولكن واحد من أفضل قوانين بالمنطقة لكن تقول لي ليش ما صار استثمار أجنبي ملموس بالبلد نعم هذا أيضا إلا علاقة بيش إلا علاقة باستقرار سعر الصرف الدينار العراقي نعم إلا علاقة بموضوع الفساد يعني ما موقع ليجي مستثمر يظل يطعو عمولات وكذا إلا علاقة بمنح الإجازة يقدر فترة يأخذ بيها الإجازة يعني ما يبقى 3 شهر يفتر من دائرة دائرة يقول لي هل نفذ موضوع النافذة الواحد اللي قرر قانون الاستثمار رقم 13 2006 يعني مستثمر عندما يأتي للعراق يأخذ إجازة من نافذة واحدة من شباك واحد نعم هل نفذ هذا الأمر هذا الأمر لحد الآن ما موجود أكو إجراءات إدارية روتينية أكو وضع أمني بشكل عام خلن نقول طيب هذه معرقلات مقصودة اليوم هذه محددات موجودة بالواقع العراقي مقصودة يعني لا أستطيع أن أتهم أحد ولكن واقع الحال هي موجودة اليوم هذه تعرق الحقيقة عملية استثمار داخل البلد علاوة على أنه نحن ندعو الاستثمار الأجم مع المستثمر محلي يعني مواذي روسيا وموالة كلها خرجت إلى الخارج وتستثمر في بلدان نعم وجعلت اقتصادات البلدان المجاور ربما وحتى البعيدة الصين وغيرها تنتعش بينما محروم منها الاقتصاد العراقي نعم فأرجو أن تتاح الفرصة لهذا الجانب أن نسمح أيضا الاستثمار الوطني مع الاستثمار الأجنبي كما أقرر القانون لذكرت طيب بسؤال أخير دكتور ونعود مرة أخرى لقضية الانتعاش في سوق النفط العالمية هل سينحكز ذلك على المواطن على المعيشة على الخدمات على صرفيات الدولة نعم أنا أتمنى لأنه جنابك لو رجعنا للتغييرات التي حصل في الراتب 2008 في أحد الموازنات أقرر أنه ينبغي مراجعة نقول الرواتب أو المستوى المعيش للمواطن كل أربع سنوات نعم لكن من 2008 ما حصل هذا الشيء بفعل الظروف المر به البلد والمواطن يتفهم هذا الأمر نعم إذن عندما يحصل وفرة معينة أكيد ينبغي أن تحصل حتى وإن كانت خدمات صحية خدمات تعليمية خدمات بلدية للمواطن يعني مشرطة أنت تزود تزود الرواتب ولكن أيضا هناك نبغي أن يكون تتحول إلى مشاريع إلى مشاريع إلى أن نراقب حركة السوق ونشوف الأسعار إلى الحدود ونتعرف حضرتك عدنا نقص بالمدارس وعدنا نقص بالمؤسسات الصحية وعدنا نقص بالخدمات التغفية والسياحية والخدمات البلدية تمام فالبلد يحتاج يعني كل هذه الحقيقة من هذه نحن بشكل أول دعنا نسد عجز الموازنة وفكر أيضا المفورات للمستقبل حتى لا نقع بنفس المطاب الذي وقعنا به خلال السنوات الماضية أشكرك دكتور ستار البيات المتخصص في الشؤون الاقتصادية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لك شكرا إذن أحبتي مستمرونا معكم في العراق هذا المساء وبعد الفاصل بالتأكيد نكمل وياكم المحور الثاني من هذه الحلقة تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم في المحور الثاني من العراق هذا المساء ونتابع فيه العراق يحتل المرتبة الرابعة بعد سوريا وأفغانستان والمكسيك في قائمة الدول التي شهدت مقتل أكبر عدد من الصحفيين في العام الجاري الذي أوشك على الانتهاء بالتأكيد وبحسب إحصائية منظمة مراسلون بلا حدود عززت سوريا بالتأكيد موقحها على رئيس قائمة البلدان الأكثر دموية في العالم بعد مقتل 19 صحفي في حين سجلت المنظمة مقتل سبعة صحفي في العراق أثناء تأديتهم العمل الصحفي بالتأكيد الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب وصحفي سيد ثار عبدالسادة مرحبا بك سيد الكريم مرحبا بك وبكل مشاهدي قناتكم الفضائية كريمة حياكم الله للعراق هذا المساء وحقيقة هذه قضية في غاية الخطورة أن يتمسك العراق أو يبقى العراق أو يحتل العراق المرتبة الرابعة بالنسبة للدول أكثر فتكا بالصحفيين هو عنوان خطير حقيقة سيدي كيف تعلق يعني في البدء هناك مقدمة توطئة قبل الدخول إلى صلب الموضوع قبل سقوط النظام لم يكن هناك إعلاما يستهدف الرقي بثقافة المجتمع والرقي بتوعيته لأن الإعلام الذي كان موجود في أيام النظام السابق كان إعلاما مركزيا ممنهجا في كيفية إظهار الوجه الحسن للسلطة في المقابل إخفاء مساوئها وإخفاء معاناة الناس وهمومهم وآلامهم وبالتالي كان النظام ينسق أيضا مع الإعلاميين والكتاب في المجتمعات الدولية لغرض إظهار صورة وردية وصورة بيضاء بالمقابل كانت تخفي أيضا هناك صورة الدم والإعدامات والمقابر الجماعية تجربة الإعلام ما بعد السقوط هي تجربة فريدة من نوعها هناك نوعين من الصحفيين والإعلاميين الذين يعملون في الوقت الحاضر نوع لديه قضية وهذا القضية تسودها الثوابت والمبادئ الثوابت والمبادئ تفرض عليه ضربة وهذه الضربة هي إيمانه بالقضية التي يعمل من أجلها الإعلامي أو الصحفي وهناك نوع من الصحفيين يدعون أنهم محسوبون على شريحة العمل الصحفي ليس لديهم أي ثوابت وآي مواقف قلمهم يباع ويشترى لمن يدفع له وهذه طبعا مشكلة جدا خطيرة لأن أكبر خطر يواجهه المجتمع هي عملية التزييف للحقائق وعملية التضييل الإعلامي والحرب النفسية التي نعيشها ومعنى هذا أنه الموت للشريحة الأولى أو للمجموعة الأولى التي ذكرتها والمال للشريحة الثانية نعم لأن الذي يمتل قضية عليها أن يدفع ضربها ضربة حامل القضية هو كيف يرتقي بثقافة المجتمع وبوعي الصحفي الناجح الصحفي الذي يديه مقاومات العمل الصحفي والتي هي عليه أن يعمل بحيادية عليه أن يعمل بموضوعية عليه أن يعمل بصدق عليه أن يعمل بنزاهة عليه أن يحترم الكرام الإنساني لكل مكونات المجتمع وهذه المعايير الأساسية والمسؤولية الأخلاقية والصحفية للعمل الصحفي طبعا سواء في العراق أو في ولذلك نجد قبل فترة كانت هناك مشكلة خطيرة أثارتها صحيفة الشرق الأوسط وكيف أنها لم تتعامل باحترام على مسافة واحدة من الجميع وكيف نشرت هناك خبر أساء إلى الحشود المليونية التي كانت تذهب إلى الإمام الحسين لو كان الإعلام يعمل بصدق وبنزاهة وبموضوعية واحترام الكرام الإنسانية لكل مكونات المجتمع لم تكن هناك مشكلة لذلك نجد هناك الصحفيين يحتاشون يدفع لهم وهؤلاء الصحفيين لا يمتلكون أي قضية وإي ثوابت وظيفتهم كما أستفت في بداية حديثي أنهم يظهرون الوجه الحسن لمن يدفع لهم بالمقابل إخفاء الوجه القبيح لديهم طيب يعني فيما قبل 2003 ربما عالم الصحافة أو واقع الصحافة وهذه المهنة أيضا كانت محكومة بنظام ديكتاتوري نظام استبدادي لا يوجد هناك حق التعبير حق النشر حق الوصول للمعلومة حق مخالفة والأتيان بأخبار تتقاطع أو تتعارض مع وجهة نظر السلطة في تلك الفترة ولكن بعد 2003 يعني كانت الأمال والطموح العراقية كبيرة جدا وواحدة من أهداف أو من هذه الأمال والطموح العراقية أن يكون هناك حق في التعبير نعم أن يكون هناك حق في الوصول للمعلومة للصحفي وأن يكون هناك حق أيضا في نشر الأخبار التي تنسجم أو التي تتناغم مع المعايير الأخلاقية نعم والمسؤولية الصحفية وأنا أقصد يعني أركز فقط على قضية المعايير الأخلاقية والمسؤولية الصحفية بالنسبة للعمل ولكن العراق اليوم بالمرتبة الرابعة في البلدان الأكثر فتكا بحياة الصحفيين كيف يعني أين الأمال وأين الطموح وأين التحول الديمقراطي ما بعد 2003 وما قبل 2003 ما الذي جرى كيف تقرأ هذا المشهد يعني إحنا يجب أن نكون منصفين في طرحنا منظمة صحفين بلا حدود كان عليها أن تتحدث بوضوح أكثر نعم يجب كان عليها أن تتحدث كيف كانت واقع الإعلام وواقع الصحافة قبل 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 لا هي تحدثت عن 2016 2016 وهي أحصائية عن عدد يعني ضحايا الصحفيين في العالم والعراق من بين طبعا دول العالم المختلفة قلت لك في سوريا احتلت المرتبة الأولى وأفغانستان المكسيك ثم جاء العراق رابعا يعني أنا أسأل جنابك سؤال نعم واقع 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 التحديات وواقع المحن وواقع الآزمات التي تعيشها العراق سواء على صعيد الإرهاب أو على صعيد محاربة الفساد الذي يعد الوجه الآخر للإرهاب أنا أسألك واقع وضريبة العمل الصحفي ألا تحتم عليه أنا واحد من الناس أعرف أحد الأصدقاء كتب مقالا كانت عليها الضربة أن يصفها جسديا وكتب هذا المقال لأنه مؤمن بقضيته هذا السؤال هل هذه البيئة الصحفية التي نطمح لها ما بعد التغيير ما بعد 2003 أن تكون ضريبة التعبير عن الرأي وحق الوصول للمعلومة أن تكون ضريبتها القتل نعم في مجالات أخرى الإرهاب يعمل وأيضا في جمالات القتال موجود الصحفيين يعملون مع القوات الأمنية وهذه ظروف استثنائية ولكن في الظروف بعد سنوات من التغيير بعد الدخول إلى نظام ديمقراطي وانتخابات وحرية في التعبير أن تكون الضريبة ضريبة الصحفي القتل طيب ماذا وفرت الدولة من حماية للصحفي حتى يعمل في أجواء يعبر بحرية وبعيدة الآن لو رجعنا إلى الوراء قليلة لو وجدنا حجم القنوات الفضائية الموجودة حجم الصحف التي تصدر حجم التعبير الذي كان يختلف عن السابق أنا أسلفت لك في بداية الحديث الذي يريد الدخول إلى عمل العمل الصحفي عليه أن يضع في مقدمته وفي نظر الحسمان مجموعة وجمعة من التحديات من ضمن هذه التحديات أن لديه قضية ولديه رسالة يريد أن يوصلها للمجتمع الصحفي في كل المجتمعات العالمية هو حلقة الوصل ما بين الحكومة أروقتها جميل وعلى الدولة أيضا أن توفر للصحفي نحن آمن للعمل وأن تكفل له حرية التعبير وأن تساهم مساهمة كبيرة وأن تساهم المعلومة بما ينسجم ويتناغم مع المسؤولية الأخلاقية بل حتى من ضمن المقاومات لدينا قانون حماية الصحفي بعد لدينا غير هذا ممكن نحمي بي الصحفي في العراق لعم هنا سيد الفاضل تحتمد على ثقافة ثقافة المسؤول أولا وثقافة طبيعة المؤسسة المعنية التي يراجع إليها الصحفي لكي يكتسب منها المعلومات في حين الدولة طالبت دائما الوزارات والمؤسسات أن يكون هناك شرح وافي وكافي بكل الآليات وبكل الأهداف وبكل النشاطات وبكل الإنجازات التي تقوم بها المؤسسة والوزارة وبالتالي أجبرت هذه المؤسسة أن تكون هناك شرح وافي في موقعها حتى يتسنى إلى الصحفي الدخول إلى الموقع بالتالي يأخذ ما يريد يعني هذه واحدة ربما من جملة مشاكل تواجه العمل الصحفي في العراق ولكن السؤال الأبرز حقيقة قبل 2003 كانت الضريبة القتل طبعا وبعد 2003 أيضا الضريبة القتل ما الذي اختلف بين 2003 ما قبل وما بعد قبل 2003 سيد الفاضل كان هناك نظاما ديكتاتوريا يحكم الناس بالحديد والنار يعبر ما يريده ويمنع ما يريده الذي يريده هو كيف يمكن أن تكون لديه الصورة وردية أمام المجتمع بالمقابل كان يخفي الصورة الحقيقية أمام المجتمع الدولي بعد 2003 بعد 2003 بعد سقوط النظام واقع العراق واقع تحديات وأزمات يعني منها مثلا العراق الآن في قضية الإرهاب يقاتل بالنيابة عن العالم عن العالم بأجمعه ولذلك توجد حجم الفساد الإداري والمالي الموجود في العراق وكيف ذهبت الأموال سدى من قبل الضعاف النفوس الذين تلاعبوا بمقدرات الناس وبحقوقهم وبأموالهم هنا يأتي الدور الصحفي في كشف القضية وفي كشف الحقائق هذا العمل لا يمكن لأي شخص أن يتصدى لذلك نجد أن الذي يعمل في الحقل الصحفي عليه أن يضع مجموعة من المعايير في مقدمته أولا أن لديه كما أصدت في بداية الحديث قضية مؤمن بها الذي يؤمن بالقضية من الأجدر أن يكون نستعد له أن يتحمل أي شيء والذي لا يستطيع أن يتحمل أي شيء يتنحى جائبا جانبا ولذلك نجد أن عمل الصحفي هو كعمل الناس الذين المصلحين طيب الآن المخاطر التي تواجه العمل الصحفي في العراق هل هي جزء من الظروف التي تمر بها بلدنا أم أن الحكومة بعيدة حتى هذه اللحظة أو الجهات المعنية لا يعني المسؤول المباشر عن قضية توفير المناخ الصحفي حسب طبيعة العمل هل الظروف هي التي تهدد حياة الصحفي الظروف العامة أم أن الدولة خلي نقول بكل مفاصل ها بعيدة حتى هذه اللحظة عن توفير المناخ الآمن للصحفي للعمل لا يعني حسب طبيعة العمل الصحفي هناك صحفي يريد أن يكشف حقيقة فساد إدارة ومالي في مؤسسة أو في مزارة أو في صفقة معينة وبالتالي الذين يديرون هذه الصفقة وراء الكواليس لا يمكن لهم لا يسمح لهم بأن يكون هذا الصحفي يكشف الحقائق هناك صحفي يعمل على كشف زيف افتراء الفتاة التكفيرية وكيف ظللوا الناس في هذه الأكاذيب والخداء هناك صحفي يعمل على إيجاد موضوعهم الرأي العام والمجتمع وبالتالي يعمل عليه هناك مجموعة من المواضيع يعمل عليها الصحفي لغرض إيصال الصوت الحقيقي إلى المجتمع وبالتالي حسب طبيعة المهنة وحسب طبيعة الموضوع الذي يعمل عليه لكن تسألني هل الحكومة أو المعنية وفرت البيئة أنا في رأيي أنها تتعامل مع الظروف الموجودة لكن في كل الأحوال أفضل من السابق طيب ولكن لا زالت هذه العقدة اللي يتناغم وينسجم مع مصالح الحكومة هو في أمان واللي يتقاطع مع هذه المصالح ويظهر ملفات الفساد ويكشف عن بعض الخيوط وعن بعض الجرائم وعن تورط مثلاً جهات سياسية بقضايا أقليمية ودولية يواجه القتل يعني بعد 13 سنة من التحول الديمقراطي في العراق طبعاً لا تزال السلطة تبحث عن مصالحها في العمل الصحيح لأن هناك جهات معينة وهناك أشخاص معينين وهناك منظمات معينة تعمل في الخفاء ووراء الكواليس لا يريدون أن تنكش في بعض الحقائق لأن وجود هؤلاء الأشخاص هم جزء أساس من مشكلة الفساد الموجودة سواء كانت هذه المشكلة أمنية أو مشكلة تتعلق بالفساد الإداري والمالي ولذلك نحن نجد أن المرجعية العليا في النجف الأشرف قد حددت أزمة العراق في ثلاث أزمات كانت أزمة الخطاب السياسي وأزمة مشكلة الفساد الإداري والمالي ومشكلة الجانب الأمني ونحن بحمد الله الآن تجاوزنا مشكلة الجانب الأمني من خلال الحشد ومن خلال أيضاً القوات الأمنية وصنوفه والقوات المسلحة وكيف كان لهم دور واضح ومشرف في التصدي إلى العناصر الإرهابية هنا يأتي دور الصحفي الذي لديه قضية ولديه ثوابت كيف يمكن أن يوظف هذه الحقائق وأن يوصلها للناس بأمانة بأن ما تقوم به القوات الأمنية وما يقوم به الحشد وما يقوم به أبناء العشائر وما يقوم به أيضاً البيش مرقة في الدفاع عن العراق وهناك صحفي أيضاً يتحدث بلغة محتمة وبلغة مظلمة بأن ما يحدث هي انتهاكات وشتانة ما بين هذا وما بين هذا طيب يعني شرفت عام 2016 شرف على الانتهاء حقيقة نحن في أيام الأخيرة هل نتوقع في 2017 أو في السنوات المقبلة أجواء بردية تكفل للصحفي حرية التعبير ولصحافة حرة أم أننا ربما في 2017 في ظل الظرف الراهن وفي ظل التفكير الراهن وفي ظل الأجواء السائدة سنتصدر ربما قائمة الدول الأكثر فتكين بحياة الصحفي ربما لن نكون في 2017 في المرتبة الرابعة ربما نصل إلى الثانية أو الأولى يعني أنا في تصوري الشخصي واستنتاجي أجد أن السنة القادمة ستكون عامل استقرار وعامل بيئة مناسبة أكثر من الوقت الحاضر فيما خص العمل الصحفي يعني بدأنا نأسس لصحافة حرة توجد لدينا نواة بدأ هناك جيل يعرف مهنة العمل الصحفي بدأ هناك جيل يعرف مقومات هذه المهنة وكيف عليه أن يتصدى إلى هذه المخاطر ولذلك أنا سبق وقلت لك في بداية الحديث هذه التجربة هي جديدة على المجتمع العراقي قياسا بالمقابل هل زاد الوعي والثقافة في التعامل مؤسسات الدولة مع الصحفي طبعا هناك الآن الصحفي عندما يذهب إلى مؤسسة معنية أو إلى وزارة معنية ويقول لهم أنني صحفي وجئت هنا لكي أغطي عملا ما أو موضوعا معين يتعاملون معه بكل احترام لكن هذا ليس سياق ثابت الخلل هو ليس في الوزارة المعنية ممكن أن نجد هذا السياق ثابت حتى نتجاوز المطبات والعراقين هذا السياق يجب أن تعمل عليه نقابة الصحفيين في أن تكون لها حلقات يعني ندوات وورش ومؤتمرات مع كافة الوزارات ومؤسسات بأن تقول لهم أن عمل وواجب الصحفي هو لديه رسالة في أن يأخذ هذه المعلومات ويوظفها بطريقة مهنية وبطريقة موضوعية بعيدة عن التزييف والتضليل وبالتالي يوصلها إلى الرأي العام بكل شفافية طيب أنا أشكرك جزيلا شكر الكاتب والصحفي سيد ثار عبد السادس شكرا جزيلا لحظرتك شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم أيضا متابعينا في كل مكان انتظرونا في حلقة مقبلة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من المدى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر